بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس احمد فكري محمود مركز شبكة معلومات جامعة الصيوف يريد حضراتكم لو أعجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفاعلوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منها كل جديد سنشرح في هذا الدرس ان شاء الله مقدمة على ويندوز 10 حضرتك بعد ما تضع على زر الباور الخاص بالكمبيوتر وتنتظر تحميل نظام التشغيل ويندوز 10 هتظهر شاشة قدام حضرتك الشاشة دي دي اسمها سطح المكتب او الديسك توب اتلاحظوا حضرتكم على شاشة سطح المكتب في مجموعة من الرسومات او الصور زي الرسمة دي زي سبي سي نتويرك ريسايكل بين كنترول بانيل كنتيستا سيديو الرسومات دي حضرتكم او الصور دي اسمها ايكونز او ايقونات لازل تكون اعرف حضرتك لما بشغل ويندوز 10 الاول مرة بتكون موجودة عليه ايكونة الريسايكل بين فقط لكن باجي الايقونات دي انا ممكن اضيف ايقونا وممكن احذفه ايقونا وبرضه حضرتك لما اجي انزل اي برنامج على الكمبيوتر او اعمل اعداد لأي برنامج على الكمبيوتر غالبا بيعمل لي شورت كات خاصة بيه على الديسك توب زي برنامج الكامتستا ستيديو اعمل لي ايقونا هو خاصة بيه على الديسك توب الفيرفوكس مايكروسوفت اي اتج هيتعرف ان شاء الله فيما بعد ازاي نضيف ايقونا او نحذف ايقونا على سطح المكتب اتلاحظوا برضه حضرتكم في اسفل الشاشة فيه شريط الي هو ده حضرتكم لونه مختلف شوية ده اسمه التاسك بار او شريط ايه المهام شريط المهام ده حضرتكم انrium Stage ٣» BUR فهي اقصى اليسارdist Increase فيه زر ده اسمه زر Start لو ضغطنا عليه بالمسط وملكة حضرتك ده يفتح هلقائمة Start اتلاحظ برضه عبر شريط المهام حضرتكم مجموعة من الايقونات زي الايقونا دي او حضرتك اسمها مايكروسوفت ايج. ايقونة تانية اسمها اسمها فايل اكس بلور. الناحية اليمين من شريط المهام حضراتكم المنطقة دية اسمها المنطقة الاستشعار او النوتو فكيشن اريا. الموجود فيها حضراتكم التاريخ والوقت. وموجود فيها اللغة اللي هي انجليش. ممكن احاول اللغة من انجليزة الى عربي. وموجود فيها برضو حضراتكم السبيكر. زي يعلي الصوت او طيب من هنا. وسموها حضراتكم منطقة الاستشعار عشان اا مثلا كارت النت حضراتكم وهو شغال عنده هو. معناها المكتوب انه انترنت اكس معناها النت شغالة. طب افضل انا فصلت كابل النت حضراتكم. اتلاحظ انا حضراتكم عمل ايه اا اكس. على كارت النت. بيقول نوت كونيكتد او نوت كونيكشن ار افاليبول. عشان كده ما سموها منطقة الاستشعار. لو وصلت كابل النت تاني حضراتكم. اتلاحظ حضراتك ان علامة الاكس ايه تشالت. يبا كده هو بيحس بكابل النت ان انا ركبت كابل النت اولا. عشان كده المنطقة دي سموها منطقة الاستشعار. وحضراتك برضو لو ركبت فلاشة على الكمبيوتر بحس بيها في المنطقة دي حضراتك. بتظهر رسالة ليك هنا انه الفلاشة ركبت عليه على الكمبيوتر. الجزء الاوسط ده حضراتكم من شريط المهام دي بتظهر فيه النوافذ المفتوحة. زي مثلا حضراتكم هنا. انا مشغل كامتسة السيديو. ظهر له ايكون على في الجزء الاوسط الخاص بشريط المهام. هنتعرف ان شاء الله على شريط المهام بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. يبا الشاشة الرئيسية الخاصة بالويندوز عشرة بتتكارن من الدسك توب. عليها مجموعة من الايكونات او الرسومات. واسفل الشاشة حضراتكم فيه التاسك التاسك بار. اتلاحظ حضرتك على الشاشة فيه سهم بيتحرك. السهم ده بيسمى الماوس. هتعرف دلوقت على بعض استخداماته الماوس. الماوس حضرتك ده عبارة عن وحدة ادخال لزرارين. زرار ايمن وزرار ايسر. وفيه عجلة ايه في النص اويل. انا اتعلم دلوقت استخدامات الماوس حضرتكم. اول حاجة فيه عندي حاجة اسمها click و double click و click and drag و right click. هتعرف دلوقت على click معناها click معناها نقرأ واحدة على الزر ايه الايسر. قبل ما نبدأ حضرتك لازم تكون فاهم لما يقول لك click. clickة واحدة يعني. double click. clickتين. click and drag يعني اضغط واسحب. ده بيقصد ان انت تضغط على الزر الايسر للماوس. لكن لو حب انك تضغط على الزر الايمن لازم يقول لك بصراحة right click. فتعلم دلوقت clickة واحدة بتستخدر فيه حضرتكم. لو حبيت احدد اي ايقونة من دول بقى معلية clickة واحدة. ان اضغط نقرأ واحدة على الزر الايسر. يعني احدد recycle bin اعمل clickة واحدة عليه. كامتستستديو اعمل clickة واحدة. لو حبيت افتح اي قائمة زي قائمة start مثلا. يبقى بعض اعمل clickة واحدة على الزر الايسر. اللي جيب فتح لي قائمة ايه? start. لو حبيت اشغل اي برنامج حضرتكم زي مثلا برنامج الفيرفوكس من قائمة start. بعض اعمل عليه clickة واحدة. دي بعض استخدامات اللي clickة واحدة اللي هي اضغط clickة على الزر ايه? لو حبيت اكفل برنامج الفيرفوكس اعمل clickة على اكس دي. يبقى دي بعض استخدامات وان click. طب عليها استخدامات تاني ان شاء الله اتعرف عليها فيما بعد ان شاء الله. اتعرف دلوقتي على double click. حضرتك هنا اتلاحظ ان انا ضغط لما اشغلت الفيرفوكس ضغط عليها clickة واحدة هنا من قائمة start. لكن الايقون الموجودة على سطح المكتب دي عشان اشغل حضرتكم الايقونة دي عشان اشغل الفيرفوكس من خلال هذه الايقونة لازم اعمل double click. double click معنى clickتين اصراع على الزر الايستر للموس. كده هيشغل برنامج الفيرفوكس. طيب لو حبيت افتح نفذة كمبيوتر او zsbc اضغط عليها برضو double click. هتفتح لي نفذة zsbc. لو حبيت افتح القرص الصلب ايه مثلا اعمل عليه double click. لو حبيت افتح ايه مجلد من دول حضراتكم برضو هعمل عليه double click. لو حبيت افتح ايه ملف حضراتكم. هعمل عليه double click. دي بعض استخدامات double click. double click يعنى ايه اضغط ضغطتين الصراع على الزر الايستر ايه للموس. يعنى لو حبيت حضراتكم انجل ايكونة من مكان الى اخر على سطح المكتب. باستخدم click and drag بالشكل ده. يعنى ايه click and drag حضراتكم. يعنى لو اكت عايز انجل ايكونة recycle bin من مكان الى اخر على سطح المكتب. اجي اعمل كليك على حضراتكم كده. واستمر الضغط على زر الموس الايسر. وابتدي اسحب. وانا ضغط برضو على زر الموس الايسر. اثناء السح بكون ضغط على زر الايسر للموس. في المكان انا عايز اسيب فيه حضراتكم احرر زر الموس بالشكل ده. يبا click and drag تستخدم في نقل الايقونات من المكان الى اخر على سطح المكتب. هنشوف استخدام تهم click and drag حضراتكم. لو انا اشغلت نوصل الكالكوليتور. هتلاقي انا عندي الشريط اللي فوق ده اسمه title bar هتعرف عليه فيما بعد ان شاء الله. لو ده ممكن لو حبيت احرك النفذة دي على سطح المكتب. اضغط واسحب من title bar. يعنى اجي هنا على title bar حضراتكم هنا شريط العنوان. واضغط واسحب. بحرك النفذة من مكان ايه لاخر. طب click and drag حضراتكم متضغط واسحب لها استخدامات اخرى. هنعرفها ان شاء الله فيما بعد. هنتعرف دلوقت ان شاء الله على right click. right click حضراتكم ووظيفتها انك تظهر لي القائمة المختصرة. او shortcut menu. يعني ايه في اي مكان خالي على سطح المكتب كده. لو ضغط على زر الايمن للموس. click ايمين يعني. هتظهر لي القائمة دي. طب الاوامر الخاصة الموجودة في القائمة ده حضراتكم. خاصة بسطح ايه المكتب. خاصة بالمكان اللي انا واجف عليه. يعني مسلا لو ضغط على personalize. اتلاحظ هتفتح للنفذة دي. طب هعمل click ايمين برضو على taskbar. الاقي شكل القائمة ايه اختلفت. لو اخترت هنا taskbar setting. اخر امر. خاص بالتاسك ايه برا. هظهر لي النفذة خاصة بالتاسك ايه برا. طب لو جيت على زيسكم بسي اضغط click ايمين. الاوامر دي حضراتكم خاصة بالايقونة اللي انا واجف عليها. اللي هي زيس بسي. لو ضغط على properties. هديني النفذة دي مختلفة خالص عن النوافذ اللي احنا ايه فتحناها قبل كده. طب لو وجفت على ايقونة firefox click ايمين. اتلاقي شايف كده القائمة اختلفت خالص. الامر اختلفت خالص. لو اخترت برضو properties اخر امر. ايبارية click حضراتكم بتظهر لي القائمة المختصرة. يعني اضغط على الزر العامل لماوس تظهر لي القائمة المختصر دي بتختلف حسب الشيء اللي انا واجف عليه. والاوامر الموجودة فيها حضراتكم في القائمة المختصر دي تنفذ على الشيء اللي انا واقف عليه فقط. اتعرف دلوقت على وظيفة العجلة الموجودة في الماوس الويل يعني. تستخدم فيها حضراتكم. يعني لو فتحت قائمة start حضراتكم كده. الاقي عندي البرامج الموجودة في قائمة start دي. لو حبيت اتصفح حضراتكم البرامج دي تلاحظوا هنا تلاقيه في سهم لاعلى اهو. وفي سهم لاسفل اهو. دي بعمل عليه كليكة واحدة كده كليكة شمال. عشان اتصفح لاعلى ولاية لاسفل. ممكن لو جيت على على السلايد دي حضراتكم وضغط كده دي كليكة انت دراج. هدي استخدام اخر للكليكة انت دراجة. ان انا احرك السلايد دي بسرعة. طب العجلة برضه حضراتكم لو انا واقف هنا في الجزء ده. ممكن انا الف العجلة بتاعت الماوس. اكده بيعمل ايه? بتصفح الليه? البرامج الموجودة في قائمة start. الاعلى والاسفل. كده انا بلف العجلة الخاصة بالماوس. انا اخر حاجة نتعرف عليها حضراتكم دلوكت ان شاء الله كيفية اطفاء الكمبيوتر عمل شده للكمبيوتر. طبعا بعد ما انهي العمل على الكمبيوتر المفروض اطفيه بالطريقة الصحيحة. يعني من الخضاء الشيء حضراتك ان بعض الناس انه بيشير الفيشة مباشرة كده او يطفل كوبس بتاع المشترك في هذه الحالة ممكن الويندوز يضرب. لا الصح حضرتك ان انا اعمل له حاجة اسمه ايه? شات داون. ازاي اعمل شات داون للكمبيوتر حضراتكم? من قيمة start حضراتكم. هلاقي هنا في زر اسمه ايه دا? اسمه power. لو ضغط على زر الباور دا حضراتكم اتلاقي فيه تلات اوامر. امر اسمه sleep. شات داون. ريستارت. فانا المفروض اعمل له ايه? شات داون. اضغط على زر شات داون دا. عشان اطفل كمبيوتر ايه? نهائي. الامر ريستار طبعا اعادة تشغيل الكمبيوتر. والامر sleep. دول اتعرفنا عليهم حضراتكم في فيديو سابق. بس اثناء شرح ويندوز سبعة. يريد ترجوه لحضراتكم. انا شارح بالتفصيل الامر start. والامر shut down. والامر sleep. يبقى عشان اطفل كمبيوتر حضراتكم. افتح قيمة start. واجي من هنا اختار الامر ايه? اه shut down. وعشان بس اجي الفيديو مش واقول اعمل له shut down هيبوز الشغل ايه? بتاعي. اتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.